اشتركوا في القناة الآن ادخل مباشرة في الموضوع واسمعوا هذه الكلمات أو هذا العنوان باختصار شديد هناك بلدية تقع في كاستيون وهذه البلدية عدد سكانها لا يتجاوز 160 شخصا لذا هي مهددة بالانقراض فماذا قرر رئيس هذه البلدية قرر أن يعرض هذا العرض الرائع وهو أن يستقطب أكبر عدد من العائلات عندما أقول العائلات أنا لا أتكلم عن زوج وزوجته فقط بل كأقل شيء أنا أتكلم على ثلاثة أفراد أي زوج وزوجته وطفل صغير طبعا هم يوفرون لكم السكن بالمجان كما قالوا وطبعا هذا الخبر رسمي ولا مجال فيه للشك وأيضا أريد أن أقول لكم أنهم يوفرون لكم العمل وكل هذه العائلات التي ستذهب إلى هذه المقاطعة وهذه البلدية بالتحديد في كاستيون سوف أترك لكم في صندوق الوصف الإيميل الذين تستطيعون التواصل به معهم مباشرة حتى تستفسروا أكثر وإن أعجبكم العرض فتذهبوا مباشرة أريد أن أقول لكم أن أيضا الأطفال سوف يباشرون في الدراسة مباشرة وأن العمل ضروري وضروري جدا وسيوفرونه لكم المسؤولون عن هذه البلدية أيضا الآن نأتي إلى النقطة المهمة وهي نقطة الإقامة هل سيتحصل الناس على الإقامة أنا أقول لكم أن الأبناء الصغار قطعا وبنسبة 100% وفي وقت زمني لا أظنه بالكثير أو بالطويل سوف يتحصلون على الإقامة الإسبانية لكن بالنسبة إلى الأباء أو الأمهات فهم أيضا لديهم كل الحق حتى يتحصلون على الإقامة حقيقة أنا لا أعلم الإجراءات لأنها ليست واضحة ولم يصرحوا بها فقط هم يريدون استقطاب الناس وأكبر عدد من العائلات بالأحرى والأصح لذا أنا أقول لكم وبصفة رئيس البلدية أنه هو المسؤول الأول على هذه القرية فبالتأكيد وقطعا أنه هو من سيدافع عن هذه الفئة حتى تتحصل على الإقامة الإسبانية فطبعا دائما قرارات أو قوانين الإقامة لا يستطيع أحد أن يجزم فيها لأننا نعلم أن إسبانيا يوجد فيها العديد من الأقاليين والعديد من الأحزاب وكل هذه الأحزاب تتصارع ولديها أفكار متباعدة ومختلفة جدا هناك الأحزاب المتطرفة وهناك الأحزاب الملحدة وهناك أحزاب تدعم المهاجرين ولكن لكي أكون الصريح معكم وهي قليلة جدا وهناك الأحزاب التي هي تعارض المهاجرين وهي بكثرة كبيرة جدا لكن على حسب المعطيات وعلى حسب المنطق وعلى حسب الوضعية التي هي موجودة الآن أو موجودة في هذه القرى فهم بالطبع يستحقون أو هم عندما لجأوا إلى هذا القرار فهم يعلمون أنه أولئك الناس الذين سيأتون إلى هذه القرية هم لمصلحتهم ولفائدتهم لذا أنا أقول بنسبة تفوق الثمانين بالمئة أن العائلات سوف تتحصل على الإقامة الإسبانية إذا وافقت على شروط هذه طبعا البلدية وتماشت معها وقامت بالبقاء فيها لمدة معينة وأنا طبعا لا أعلم هذه المدة المهم أتمنى أن تكونوا قد استفدتوا من هذا الموضوع وأذكركم أن الإيميل الخاص بهذه البلدية سوف تجدونه في صندوق الوصف حتى تستطيعوا التواصل معهم والاستفسار أكثر وأن يوافقكم بكل المعلومات التي قد تفيدكم إن شاء الله والآن لم يبقى لي إلا أن أقول لكم فضلا وليس أمرا أن رجاء الاشتراك في القناة وتفعل جرس تنبيهات لكي يصلكم كل جديد وأن تقوموا بمشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة إن شاء الله والسلام عليكم إلى اللقاء